احنا في شهر يناير شهر الثورة اللي بيحصل في مصر انه من دول بالذات لما تحطوا جنب الحاجات التانية يستدعي على طول انك تقول اللهم ثورة مش هجامل ومش هنتكلم كلام مزوق لقد بلغ السيلو الزبا ووصلت للحناجر وما فيش اكسجين يعني خلاص بصراحة بمنتهى الصراحة اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى واللي مش شايف الثورة قدام عينيه يبقى اعمى ولو السامح هتافها تبقى اطرش اصم ابكم ابناها ما بتكلمش بقى لك سابع ثمان سنة انما الحقيقة هو ده زي الزفت زي الطين نظام خلاص مصدرلك الطرشة انت الغلطان على طول الخط انت اللي تتحمل كل البلاوة على طول الخط خسائر ديون تراجع موت حتى الموت بيستهينوا به ايه يعني لما يموت الناس ما الناس بيتموت في كل حتك اه بس الناس ما متموتش عشان قبوب التجاز ولا قبوب الاكسجين كل شيء اصبح سيء اصبح صعب ديون مية اربعين بالاقصات مليار دولار فين مستشفى تبنت فين مدرسة عملت فين جامعة تسوت مفيش كدب 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 ليل نهار الوضع بقى صعب خلاص لا طبيب عارف يتعالج في مستشفى ولا عارف يشكو ولا عارف يكتب على الفيسبوك ولا ممرضة ولا طالب ولا اي حد مصر انقطع عنها الاكسجين حط العنوان مصر بدون اكسجين مصر تختانق ده عنوان الحالة اللي احنا فيها دي هي مصر تختانق لم نشهد ذلك ابدا لا تقول لي عبد الناصر ولا السادات ولا انبارك ولا اي عصور للحطاط مرة بمصر مثل هذا العصر لازي نعيشه بصراحة كدب زي ما انت عاوز فيه اكسجين ده احنا عندنا كل الحاجة جاهز سنتين سنة ده احنا خليها زي الفل تلاتين يونيها دولة تانية انا بقول ومنتهى الاستهتار هابني هعمل واسوي ايوه هابني اصور لا لا كتير قوي يا عفتاح وكتير قوي يا شعب كتير ان احنا كل ده هنتحمله الناس تموت قدام عينينا ونشوفها ويقول لك لا السبب مش مصرشين السبب حاجة تانية لا جناير لازم يصحينا محدش هيصحيك من برا ولا لازم انت تصحى وتفهم وتعرف ان النظام مخوخ وانه بيجدب اكتر مما يتنفس ارواح الناس يستهان بها اقتل في الشارع اقتل في المستشفى اقتل في الجامعة اعمل اللي انت عاوزه محدش هيصدك لا حد هيصدك في يوم الايام يا انت نفسك هتصد في الحيط وتقع وتنهار بس مش هتنهار بقى دلوقتي بعد ما تاخد الدولة كلها وتقعها هتنهار عشان تقول ايوه شفتوا الثورة لما تعملت هي اللي هدت الدولة الثورة ما بتهدش دول الثورة بتبني دول الانقلاب هو اللي بيهد الدول مية واربعين مليار ديون دولار وديون داخلية وكساد وفساد وقلة حيلة وقلة قيمة مية واربعين مليار دولار يعملوا عشر دول جديدة عشر سبعة تمن دول كل دول عشرين مليار تبقى زي الفل مية واربعين مليار منظام واخد البلد واخد البلد مقاولة لا عنده لا معارضة ولا عنده شغب ولا عنده اي كل حاجة في ايده وقول لك الجيش بيشتعل والجيش بيجيش ايه اللي بيعمل بيعمل اي شوية كباري اسمنت خرصانة هنعمل بي ايه فين البني ادم فين الانسان مصر مخنوقة خنق وحشة قوي ولا يمكن ان يستمر هذا الوضع لا يمكن علينا ان نتوقف ونفهم هذا النظام سبب الخراب الكبير على كل المستويات واحنا في شعر الثورة وعلينا ان نفهم كلام السيسي وجعجعته الفارغة لا تغني من الحق شيئا يقول لك اسم لو حصل وهنعمل ونسوي ولو حصلت ثورة ومش حارف ايه والبلد هتخرج البلد خربانة بتتكلم في استوارات اكسوجين يا هاريس ونت انت بتتكلم في ايه وبعد يقول لك اخوان 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 كل يوم عن الشهر في الشغلية دي شوف لك شغلية تانية شوف لك حاجة تصرفوا لازم البلد دي تتطهر من هذا النظام الناجس هذا رجس رجس من عمل الشيطان بس ما مرش عليها كده لازم كل الناس اتفق كل الناس اتعد لازم كلنا نقف في وجه هذا النظام ما بقلكش حاجة ما بقلكش اصبر على سندويتش طعمية بقى بعشرة جنيه ما بقلكش اصبر على زيت بكذا ما بقلكش اصبر على كذا ولا كذا ولا لا ولا ضرائب ولا دبغة ما بقلكش اصبر على ده كله بقلك حياتك اكسوجينك الهوى شفت منك الهوى لحظة 3 يوليو هي لحظة انقطاع الاكسوجين حقا وصدقا فاللهم ثورة اللهم ثورة فاصلوا نرجع نكمل معكم